وضمن ثلاثية التفاهم والشراكة والتوازن بحث رئيس أقليم كردستان جيرفان بارزاني مع وزير النفط حيان عبدالغني والوفد المرافق له خطوات واجراءات استئناف تصدير نفط أقليم كردستان وأكد بارزاني على دعمه لمناقشات وخطوات الحكومتين الاتحادية والكردستانية لحل المشاكل واستئناف تصدير النفط وأشار إلى أن توقف تصدير النفط في الأقليم تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة العراقية معتبرا استئناف التصدير بأسرع وقت أمرا ضروريا ومن جانبه أكد وزير النفط الرغبة بالتوصل إلى اتفاق مع الأقليم وشركات النفط وأنقرة من أجل استئناف تصدير النفط من العراق إلى تركيا